موسيقى مشاهدين الكرام أهلاً وسهلاً بكم في حلقة أخرى من برنامج في الصميم في هذه الحلقة نصطديف الأستاذ محمد صداقي عمدة مدينة الرباط أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً سيسن أستاذ صداقي أنتم عمدة مدينة الرباط في ولاية لقدرنا نصفهها شنوف دقيقة قريwnie تقولين على مدينة الرباط اليوم مدينة الرباط اليوم في نصف الولاية مدينة الرباط تتعصر مدينة الرباط تجهز مدينة الرباط أولاد العواصم الكبرى عالمياً مدينة الرباط عندها جعاء دولي طيب هذه عنوان كبرى فيها كثير من التفاعل يعني غير جعولها بتفصيل ولكن باش تكون مدينة كبرى خصت تكون مدينة كبرى كذلك بالتسير وبالتدبير كان لحظو بعض الصور اللي خادشة لهذا المصطلحات دي المدينة كبرى وعالمية مثلاً مني كان حضروه في بعض دورات اللي كان فيهم صراعات يعني تجاوزت ما هو صراع اللفظي إله تتشابك بالأيدي ما بالأغلبية المعارضة وهذا صور يعني تخدش العمل الحقيقي والصور الحقيقي دي العاصمة دي البلاد اللي بغنا نشوفها تكون هي عصرية وتدبير ديلي يكون عقلاني وماشي عيب أن المعارضة والأغلبية يختلفوا صحيح تحنا هذيك الصور للأسف تخدش يعني مستوى دي النج داخل العاصمة ولكن أشغى نديره إلا كان واحد طرف يسر يعني على هذ النوع دي المعارك وهذا الطرف اللي لا يستطيع أن يقدمه ولو فكرة وانا قلت لهم صيت واحد تحدي في السنة اللولى قلت هذي الناس اللي كيدوا الاصطاع يعطيونا غير شي فكرة معينة ساهموا بها تسير مدينة الريباط ساهموا بشي فكرة اللي تنفع الساكنة هذي الناس عندهم حساب سياسي مع طرف اللي كي سير مع الأغلبية اللي كتسير لأنه لا يستطيع التنمية بوحده لكي سير هناك تحالف اللي فيه جميع الأحزاب الممتلة حاليا كل اللي كين ممتلة في تحالف نعم كين تجمع الوطني الأحرار كين الحركة الشعبية كين التحاد السيري وكين تقدم الاشتراكي يعني نفس التحالف الحكم نعم حكم نحن كنا سبقناه كان معنا يعني التحاد السيري ما كان شعب تكون بلوكاش نعم ولكن الطرف الآخر اللي كي سمي رسول معارضة للاسف اختار هاد اختار هاد النموذج وانا تأسف لهذا كنتمنوا أنه نفوتوا هاد هاد المرحلة نمشيوا الاقتراحات المهمة وحنا ديما نرحبوه لكين شيء أفكار مهمة طيب هدا يمكن كان واحد النموذج دي المعارضة اللي قلتي ما كينتش أفكار هو يمكن له يدافع على رسول لكن كينة معارضة أخرى اللي كتنتش أفكار ومع ذلك كتقول أنكم كتهمشوها مؤخرا في مثلا الرباط مدينة كأس العالم تقولوا أنكم دوسوا هاد الاقتراح وما تصنطوش لهم وما قدمتوش لهم عرضوا أكثر من ذلك يمكن احترس لكم وما جاوبتوهمش في الموضوع نتأسف كان مجموعة دي المغلطات باش ما نقولش شيء كلمة يعني شوية أقوى من هذه أول مغلطة كبيرة جدا ممكنش هاد الطرف يقول لك هم مش وحنا أعطينا لهذا الطرف ولا يلزمون أحد يترأس واحد للجنة ديال الشؤون الاجتماعية والرياضية والثقافية حنا اختيارة من عندنا هاد الطرف حنا أعطينا يترأس هاد اللجنة يلزمون يعني القانون نعطيه المعارضة حنا أعطينا المعارضة اللي هي يعني حزب الأسر والمعاصر نعطيناهم لجنة المرافق وحنا أختار هنا عن طواعية باش نقربوا هاد الناس لعننا أعطيناهم اللجنة اللي يختاروها هم وعطيناها ليهم هادو اليهم في دريجة ليسر اه نعم أعطيناهم يترأسوا اللجنة كيفاش تيميش واحد تعطيها لجنة كبيرة ربعات الناس وعطيتيهم اللجنة يعني هادا بعدها ما نتكلمش على هادا النقطة هادية تانيا حنا كنشاركهم في جميع الأمور أنا شخصيا يعني صدعيتهم للمكتب ديالي السامة برافريججال هاد المكان جوجل مرات تلاقيتهم في المكتب ديالي في الويلة مرة أخرى وما زالين نأملوا أنهما معارضة إذا بغت تكون فيها النجاة وبغت تشارك نرحبوا بها إذن ما عناش إشكال في الأفكار وفعلا على الأقل هما يعطيوا واحد جمعة ديال الأفكار وكي نعود ثاني ما نقبلوش واحد جمعة ديال المغالطة نمشيوا لنقطة ديال كأس العالم شكولك إحنا اللجنة اللي طلبنا منها تناقش هذه المسألة هذه هي اللجنة اللي كيترأسها سعمر برافريج يا الله سيدي هي اللجنة اللي غتنقشها وهي اللتي نقشت أين المشكل سعمر برافريج يترأس اللجنة فيها نقاش ديال هاد النقطة اللي غتدوز في دورة ستنائية ويقول لك هم مش ولا لم يخبر سبحان الله عندما تشير كان بغين نفهم عنده موقف هو عبر عليه هو حور ويحترم هادك شي ولكي ما يقولش أن الرئيس هم شو ولا الرئيس ما عطاش يناقش هرا هو اللي ترأس اللجنة هاد النقطة تمت صوت عليها تمت صوت عليها وهوما صوتوا للأسف دد كان 28 على 3 نعم نعم هما صوتوا دد عندهم موقف ديالهم احنا نحترمه لكي شوالهم ولكي ما يقولش هرا هوا اللي ترأسوا اللجنة واضح دائما في نفس الفكرة مثلا بالنسبة للمشروع الرباط مدينة الأنوار ونرجعوا له بتفصيل غير في هاد الفكرة ديال ان الخلاف مع بعض الأطراف المعارضة انهم هم منيت هاد تيار سياسي كيقول بانه بعت لكم واحد العدد كبير واحد تقرير في عدة ملاحظات على سير الأشغال ديال الرباط مدينة الأنوار او بعض الاختلالات التي تشوب بسير الأعمال وانهما تلقحت اشي رد اولا ملكي يرسل لك شي واحد واحد مجموعة ديال اللي اختلالات شنو هو الرد والرد كيكون عاملي انا جاوبت استرحياني شخصيا قلت لي مجموعة اولا انا دوك الملاحظات بعدها اخبرت المجلس بيها لانه انا قدمتها في مجلس اداري انا قبل ما اعطيها لي استرحيان لانه انا مهندس ومو خصص في اللزان فالرستركتور نسو كان بليك دا نبراسير انا ندوز بالعين ديال المهندس قبل ما تكون العين ديال عمدات مدينة الريباط وعندي ملاحظات وعطيتها انا غير يخصي عمر يفهم انه واحد اللي في الاغلبية ولا واحد اللي في المعارضة ماشي من نفس المنطق هو بغير يتكلم اما انا كان نفد انا كان نقلس في مجلس اداري وكان اعطي الملاحظات واشو ضروري نخرج في مجلس الاداري ونعلق واحد اللي في نقول لهم هال ملاحظات ليدرت مع ذلك المجلس اخبرته بجميع الملاحظات وانا نقول لك في الملاحظات التقنية التي ابدوها الاخوان ديال الفيدراليا انا معهم فيها ولا نختلف حولها لا ما كايش مشكل لا ما كايش مشكل نهائيا في ابداء الملاحظات ولكن في التعبير السياسي ولا في الاختيار السياسي كل واحد عندون منهاج دياله واحد اللي في معرضة كيمشي الصحفة وتتكلم وتيقول غير الامور اللي مزياناش واحد اللي في الاغلبية تيقول الامور اللي مزياناش وتيطلب من المدبارين اداركوا يعني النقائص في الامور بخاصة هكذا كي تتصرف وهاكذا اتصرف صحيح قلتي اليوم هذا مشروع ملكي مخصناش ندوو فيه ولا مخصناش نفتحو فيه النقاش ديال ابدا ابدا هذا واحد النهار دارنا العرض جاء النز ديال الرباط التهيئة وداروا العرض داروا العرض حنا بالنسبة ان هاداك المهنديس اللي يجاو لذاك ما كيدير السياسة وهكيد دار العرض تقني دونك الملاحظة التقنية قلت لهم تكلموا في ملاحظة التقنية ولكن هاداك المدير هذا نخليه يجاوب على الاختيارات السياسية ما يعرف ش يجاوب قلت انه غير معني بهذا الكلام السياسي كلام السياسي قل لي ولينا بعضياتنا وهذا نترجمه انه قلنا مشروع ملكي صحيح مشروع ملكي ولكن هذا ما يعني شأن ما نبدأ الملاحظات وكان قلو لخصو غير قلت لهم هاداك المدير لا تحرجوه بالأسئلة السياسية لانه لا يستطيع ان يجيب على هذه لانه مشروع ملكي ولكن البشر يخدمون فيه نحتاج إشكال نحن متابع نديرها وذلك نرحب به غير هاداك ترجمها انه منعنا الحوار معنا الأسئلة التقنية كدر هالبارح نحرجو واحد المهندس ولا واحد المسؤول بكلام سياسي ليه وماشي اختصاص ديره طيب الرباط مدينة الأنوار هادا المشروع ليه كبير ربما ولي كيستر مستقبل دي المدينة في جوج دقائق ماكسيموم تعطينا ليه واحد الفكرة لانه ربما حتى الأشغال غط اخر بمقارنة ما تم تقريره سابقا فين صلاة الأشغال واشنو المدد اللي غد زاد لانه مقارنة نهاية 2018 فاعطينا واحد الفكرة في جوج دقائق نعم أنا غادي نحاول أولا هادا بسرع مالكي أعطى صاحب جلال انطلاق ديله في 2014 على أساس أنه انتهي في نهاية 2018 كان واحد من جمعة ديال الإشكالات اللي خلات بعض المشاريع يتعطل وكان بعض المشاريع اللي في عنك تطلب واحد الخيبرة خاصة اللي طلبت منا يعني أنه ولا بالدخص نكمله في الأجال مثلا نقدر نقول لك من ناحية المشاريع عدد المشاريع نقدر نقول لك وصلين 80% اكثر من 80% ديال المشاريع اللي لم تكن قد انتهت على الأقل بدأت أكثر أنا كنقول أكثر من ناحية المصاريف قد نقوله 61% في المصاريف سنغمال لأن المشاريع لم تنتهي وكان على الأقل بدأت الأشغال بدأت لنغاج موديل إلى غير ذلك كان مشاريع مهيكية كبيرة اللي تطلب واحد الأجالات معينة نأخذ لك المحطة الطرقية مثلا غير الاختيار ديال المكان لأنه نرجع الاتفاق الأصلية كنت تكلم على مكانين وكنت تكلم على محطتين ولكن تبين لنا الآن هالإختيار اللي درنا ديال المحطة في المدخل للمدينة الرياض مدخل الجنوبي جهة الطربي ذا هو أحسن اختيار لأنه سيجمع واحد ثلاثة ديال المود وتخون سبوغ في الرباط سيجمع النقل الطرقية المحطة سيجمع النقل السيكاكي محطة الجديدة في حيال رياض وكذلك المرور ترامو وإن شاء الله هو غادي التمارع غادي مر بجنب إذا بيه بالقرب مركب ملعب لله إذن هذلي اختيار هذلي اختيار هذا را مش يعود تاني سهل را عطانا والمحطة يعني واحد الحجم ديالها كيطلب 36 شهر من الإنجاز ويالله بدينا كذ تعرفو أنه صاحب جلال عطى الانطلاق ديال هذ المشروع يعني بداية نوفمبر الماضي إذن ولا بدأ غادين ديبور ديو واحد المجموعة ديال المشاريع مهيكلة كذلك في الجانب ديال المقاطعة ديال يوسفية يعني الأشغال انطلقت ولكن ولا بدأ غادين وكان مشاريع أخرى مثلا بحل سوق ديال الخضار والفواكه اللي ده عنده واحد المستوى جيهوي حتى را بدنا لها البلاصة باش يجي في وسط يعني بحل لسنتر ديال جيهة وكذلك لقناة واحدة سهلة يعني في الملك العمومي يعني يعني القناة الفونسية ديال دومان دوليتا ورجعنا للجهة ديال بوخنار لباش يجي في الوسط هاد الامور هذي جعلتنا أنه ولا بدأ سنحتاج واحد شي شوية ديال الوقت أنا كتب لي سانتين على الأقل وربما احتل ثلاثة سنوات وبرنا لأدور طيب فرنسيين كيقولوا بالنسبة المشاريع الكبرى اللي غدا تعود بالنفع للساكينة اللهم يكونش ويتأخير لما تكونش أو لا تكون بواحدة سرعة اللي حتى الجودة ما تكونش صحيح بالنسبة الجودة وهذا الشرك اللحظو في صفقات العمومية في واحدة عدد كبير ديال المدن مش خاصة مش غير في الرباط يعني المجالس البلدية ما كتعطيش واحدة العناية كبيرة ديال المراقبة ما بعد نهاية الأشغال كتلقى مشروع جديد وسانة من بعد ذلك حصل التدهور كبير شنونتو ما غتعملوا باش تكون أولا المراقبة ما بعد إطلاق المشاريع والصيانة بالخصوص الصيانة أولا نتكون بعدها على المراقبة لبال مراقبة حاليا يعني مع المجيء ديال السيد الولي السيم هيديا يعني إحنا نخدمين مجموعين يعني في مراقبة ديال الجوذة ديال هاد الأوراش هذه المناسبة من اللي كنقول مراقبة ديال الجوذة هذا ما كيعنيش أنه الناس القيمين يعني الإدارة والمدير العام والطاقة من اللي كي يخدم في الربط الجهة هي أنهم كي يقصر وإنما من اللي كي يكون واحد الكم كبير ديال الأشغال كتعرف هذك الإنسان اللي كيشوف غير حضار أصواله بدي يكون واحد جانب يعني من بعيد ليراقب هذا هو اللي كي يمارسوه حاليا بعض المغتسين داخل يعني في نازل السياسة وأنا كنطلب أن تكون واحد مراقبة ندير واحد مراقبة خارجية باش عاولنا نبقه في مستوى ديال الجوذة لأنه في أعلى كان واحد مجموعة ديال الأمور اللي مشي في مشي في المستوى المطلوب والإدارة يعني العامة ديال الشركة طريبت هي مشكورة استجبت الملاحظات ديالنا أنا أول واحد كنت تتكلم على أن ديال الأمور ديال الأعمدة ديال الكهرباء في الطريق الشاطئية بدأت كتتصدها لقينا أنه فعلا إن هذك اللاماتيغ كي يتشوزي إنه باكمباتي بالأفكا ميديو ماران را كيت تبدلو كيتبدو على حسب الشركة لنحنا ما لن نتحمل يعني الفاتورة مرة أخرى أرى الندب بالنسبة للمشانية التي أنجزت في الاتفاقية خصت تسلم لنا خصت تسلم لنا كتابة وحنا خصت ننضمون نفسنا نحنا في الجماعة كننهيئو كنتهيكلو لنعدي وزن المنظام ديال الجماعة وداخل هذ المنظام راحنا درنا واحد الخالية تقنية اللي غدي تسلم هذ المنشآت يعني اللي سالت لكيسيبسيو ديال هذ المنشآت ونبغاليل غدي نديرو نحن نشاء الله فهذا نحن نشاء الله ننضم هذ العمليات باش نحافظوا على هذ المنشآت المهمة اللي تجنجلت مدينة الريبال بعلاقة مع المراقبة وانت قلتي مثلا شركة اللي دارت آميدة وبدأت كتتتضيع هذا عنده ارتباط كذلك بجانب الحاكمة ومدينة الريباط في هذ الجانب ما الأسف كانت معروفة واحد هذي سنين بالنسبة لأشغال الكبرى يعني كينين واحد جوش شركة اللي كي ياخدوا تقريبا مجمل الصفقات وكان فيه واحد رجعنا واتهامات واش مازال هذو جوش شركة ومالي كينين وكان كينين شركة أخرى لنك هذو جوش شركة كينين وكان كين جوش شركة أخرى أنا في هذا الموضوع الملاحظة لاحظتنا كسائر الناس لنك ما يمكنش ما تلاحظش يعني هذو الملاحظة حيا بينها ولكن ما نقدرش نقول أنه هذو جوش شركات رخدوا ذوك الأشغال لأنهم كينتاميوا لهذاك الهيئة اللي كينتاميوا لها هذك شي ما نقدرش ندير هذو الحكم هذا لأنه عودتاني أي شركة أنا ما تلقيش أنا سوئيتو هذ السؤال لم أتلقى شي شكاية من شي شركة أخرى اللي جا تشاركوا وحبسوها وعندها نفس الشوء أنا نقول لك 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 نحنا كمنبر تلقينا الشكاية وكل ما نترقل أنا نبلغ أن نبديهم المجلس الإداري فوق المجلس الإداري للأسف الشركات كتخوف أنك تقول لك إلي مشيت وشكيت غدي ضربوا عليا نهائيا من الصفقات العمومية وغادي نكون حكمت على رأسي بالإيدا فالناس كتتخوف سيسامير بلدنا تقدمت والقضاء في بلدنا تقدم والحريات في بلدنا الحمد لله تقدمت ما يمكن شايت نشوفه يعني غير بواحد العين يعني سودوية الأمور لا أنا هات الشركات خصت تكون عندهم الشجاعة وتحملوا حتى ذلك الضريبة وحنا كمنتخابين هذا الدور يعني نحميوهم أنا إلا كان شي شركة بهذا النوع هذا أنا نهز الميلف ديالها يعني داخل المجلس الإداري ونحطوه فوق طورة وهذا المجلس الأعلى والمجلس الجاوي للحسابات ولا شكين هاد المحاكم طيب هذا مزيان نحطوه هذا الأمر هذا هذا نيداء أنا أنا كان نقول اللي عنده شي شكاية في هذا الموضوع يعني تكون شكاية ماشي شي واحد يكتبنه شي رسالة بجهولات الإيسر شكاية ببليجيستيف دياله جوشيفي أنا مستعد نحمل هذا الميلف طيب هذا نيداء للشركات المتضررة إلا كانوا عندها الأدلة والإتباتات سيد العمدة مستعد أنه يأخذ الميلف بيدو بالنسبة وانتا كمهندس يعني عندك علاقة بالقيطة البناء والأشغال مدينة الريباط من حيث السكان غير لائق ما حصلش تقدم كبير ما زالك تعاني بواحد عدد كبير ديال كان دور الآية للسقوط كان مساكين العشوائية إمتى قد تخلصوا من هذه الدواهير هذه في المدينة شكرا من الثلاثتي هذا الموضوع هذا في جوج الجوانب تكلم على واحد الجانب ونرجع للجانب الآخر الذي يؤرقوني الجانب اللي أول لسكن الغير لائق من 2003 ونه مستشار ومتبع يعني عن قرب فعلا فعلا قدر نقول لك واحد العشر سنين مش شايد شيء أفنصي لما مهم ذلك شيء بسيط جدا ولكن بشهادة ونقدر نقول لك رهما قبل ما نكون مسؤول وندخل في الموضوع لقيت أن الموضوع مع هاد البرنامج ديال الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب التقافية اللي تعطت الانطلاق ديال مع صاحب جليل في 2014 كان واحد تقدم كبير جدا ودخلت شوية في التفاصيل باش نفهم حتى التقدم لواقع لقيت أن العروض مهمة أولا كان عرض بالنسبة للشوقة الاقتصادية وكان عرض بالنسبة البقاح أرضية مثلا جوج ديال الأنصار بقاح أرضية وصلنا حتى العرض ديال الفلوس لك باش كنشريو ديك الشوقة الاقتصادية نعطيو هال يعني لده باش الناس تلقى عنده واحد العرض وفير مشينا كتير عنده ثلاثة اختيار نعم ومشينا كتير والحمد لله في القريب العاجل الرباط سنعلن عنها من بين المدون بين دون مدون صحفح هذي أنا أكد لك أنه في هالث ثلاث سنين كانت واحد سرعة كبيرة ودكشي إن شاء الله غادي كيتزال اللي كيخوفني هو الأي للسقوط كتخليني أنا بني العاس كما كتخلي واحد مجموعة دي المسؤولين في مدينة طريبات بني العاس لأنه كان شوف واحد الأمور يعني كتهدد السلامة والساكينة أنا اللي في دي موجود هو داك القرار دي الإخلاء ولكن هذوك الناس فين يمشي هنا كانوا حلو هنا كانوا حلو لأن الناس تقول درنا 41 ألف درهم قلنا نطلعوها ممكن 60 ألف درهم من عاونهم يقول احنا مع الناش حيث يمكن شي وقت تعطوا شي وحدين شي 120 ألف درهم شي مكان معين داخل المدينة بش يخفيوا هذك المكان مع الوكلة دي بورغ وخلقت لنا إشكال عنا إشكال مادي حقيقي الناس فقاراء سكن في ذلك الدور الجماعة ما عنده وسائل كافية ونحن نتذكر جميع الفعليين في مدينة الريباط منهم السيد الولي وكلمنا السيد وزير سكنة الجديد لا القديم ولا الجديد قلنا يجيب يساهم معنا الريباط كتحاني من السكن الأي للسقوط ولي كان خاف على الأسار لا قدر الله زيما نقول كيف يخلي بل نعاس هذا الموضوع طيب الريباط من حيث النظافة وش انتم يعني ما عجبكم هذا المستوى اللي كيان ولكن مسائل تحسن لأن الناس يتشكوا شوية من هذا الجانب شوف سامير واحد المدبير مخصوش يكون دايما سافي عجبوا الحال وراه وصلوا ومشي نعاس لا احنا ماذا ما وصلنا لك شي يقصى نوصل ولكن مدينة الريباط مدينة نظيفة مع ذلك مدينة الريباط مدينة نظيفة ولكن مازال عندنا مازال باركور في هذا المجال غدا صبح مستدعي مع تسعود الشركات والبارح جمعنا أنا والستيد الولي معهم باش نقول لهم هكيم جهودات اخر تحرقوا وطلبنا منهم يجيبونا المشاكل اللي عندهم اللي يعانيوها هما اما احنا عبرنا مع المشاكل قلتلي انا شارع نقي ولا ما نقيش واش الازبال جمعات ولا ما اتزمعش انا عندي ملاحظات اذا مدينة الريباط كتبقى من المدن يعني نظيفة ولكن ما انتهيناش من المهمة خصنا نزيد اكتر لانه كذلك ركنا نخلص واحد ثمان غير ياسيا ربما يمكن احنا المدينة الوحيدة ركنا نخلص واحد ثمان عالي ولكن هذه هي العاصمة العاصمة اللي هي مدينة الانوار هذا هو العنوان البارز دي المشروع الانوار مش يدو الانوار دي العقول هي التقافة العاصمة اللي في واحد الوقت كانت يعني فعلا ما نرى التقافة في المغرب كنشوفه كين واحد الركود ثقافي ليش راجعتش من قداش نقول انا كين ركود ثقافي انا بعد ذا من وانا نخلو المصرح شنو كين في المصرح في الرباط اه المصرح انا زرت المصرح هالاسبوع ثلاث مرات اذا مدم زرتو ثلاث مرات وانا را كين فيها انشطة كين مشكلة التواصل انا نقول واحد العيب فينا وفينا وفي الجماعة ما كانت تواصلوش وهذه نخصان تواصلوه نقول ناسا شك نديرو كين انشطة مهمة كالدار ارا هالمقاطعات عندهم واحد الاختصاص دي التنشيط على المستوى المحلي كين واحد مجموعة الانشطة كالتقام على المستوى المحلي وكين انشطة كنقومو بها على مستوى الجماعة انشطة مهمة وعنوح البراميش خلال السنة نشتغلو عليها وكدار كين شوية غياب دي التواصل موهيب يكون تواصل بيننا ومن الصحفة لاننا احنا ما كين نديروش تواصل بحيلا غان نديرو ايش هارروسنا احنا بغينا يكون تواصل غيلا باش الساكينة باش المهتمين يعرفوا شو هادي خصنا نختاربو فعلا ونتواصلو اكتر اما كنقلك كينة انشطة وكينة انشطة مهمة انا نقول لك الاسبوع المقبل هاني اسبوعين درنا جوج اللقاءات على مستوى الولاية لان مدينة الرباط وفهد كلمة الانوار اللي ذكرتها وعننا علاقات يعني على المستوى الدولي مثلا مع المدينة ليون ولافين دي ليون معروفة بلافة دي لومير ديالها غادين ديروا واحد صيغة يعني مصغرة دي 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 لفة دي لومير بالصيغة المغربية وغادين استقبلوا الاسبوع المقبل وان غرون دي لغاتين ديال ليون مختصة موديل مهرجان ديالها في دي لومير المكلاب بالعلاقات الخارجية في الليون وواحد مجموعة ديال ناس ديال لوسي لوسي لحي تبدأت من لوسي يا لايتين موهم واحد المنظمة اللي كتعتانة بالإنارة داخل المدن باش نشوفوا كذلك حتى هاتش اللي كنديروا يعني جمالية دياله والمستوى اللي وصلناه وطرق لاختيارات ديال الأنواع دير إنارة فإذن نشتغل يعني في الأمور التقافية ونحن نشتغل إن شاء الله على مهرجان لينور مدينة الأنوار في الأخير وصلنا نهاية البرنامج أنتما في نصف الولاية الآن كيف يمكن تقول سكان مدينة الريباط بخصوص هاد سنتين ونسب اللي دست ومثل هال اللي مازال جاية اللي نقول للساكنات مدينة الريباط وهو أنه الجماعة في خدمتهم أولا والجماعة في هاد هاد السنين يعني اللولى اشتغلنا على واحد من جموعة ديال الأمور ونخلي الساكنة هي تشوفها بغيت الساكنة يعني النهيات ترجع لعننا تقول لك ذاك شيء أولا بدنا في التواصل فتحنا الجماعة على المحيط ديالها وحل الوقت إنسان كي بغيت تصل بالجماعة ما عندوش تفيزي تتصل لابدين واحدة الرقم أخضر باش ناشكي تصلوا لا الساكنة ديال مدينة الريباط لا يعني الهيئات الديبلوماسية الممتلة باش يكون تواصل حسنا مش عندك إشكال خصك تقلب تلاقى العمدة ولا نائب العمدة باش يتكمل على إشكال إن بدنا بفضل ثانيا بدنا كنشتغلوا مع الساكنة ديال مدينة الريباط وخمزة ما بنش النتائج الأولية ستظهروا قريبا تكلمنا في استقبال استقبال ديال الساكنة في الملحقات الإدارية اللي كيحتاجوا فيها واحدة المجموعة ديال المصالح ديالهم ثانيا بدنا كنشتغلوا على العصرنا ديال الخدمة العمومية داخل الجماعة نحن نخدم داخلês ما يشوف هاج الساكن هادوا أنا أذكرت هاد جوج وكذلك المستوى ديال ديال المركز المكتب الصيحي الباديد اللي داب عندو واحد بحالي بحالي عشيء أينيك كي قدير الغراض ديال لو ما يحتاج لا يدور عند الامن عند سلطات المحلية عند كذا في الأمور التي يحتاجها وكني خدامين داخليا في نفس الأمور يعني باش نحصرنه يعني الأمور ديال ديال الجماعة كما ذكرت يعني الحال المدنيا والأمور ديال الجبايات وأمور أخرى يعني سيكسيش فيها المواطنين مستقبلا مستقبلا مدينة الرباط هدي شوفوا الساكنة مدينة الرباط شوفوا مدينة مضاءة مدينة الحمد لله كلها تتعاود للكهرابات ديال المدينة الرباط مدينة الرباط تعاودات مجموعة ديال المساحة الخضراء مدينة الرباط تعاودات واحد مجموعة ديال المنتزهات اللي الساكنة تمشي تمتعيني بالمنتزهات ديالها بل وصلنا في هذه المنتزهات لبالح كان عرض هنا في المجلس ديال المنتزه صغير في اليوسفية وكذلك يعني في الأحياء الأخرى هذا ما يمكن أن نقوله للساكنة مدينة الرباط ونخليه لها هي تحكم طيب شكرا لك في ختام الفرنامج وإلى اللقاء في فرصة أخرى شكرا لك الله يبارك فيك